السلام عليكم معاكبت المبنى النهاردة في فيديو جديد هنتكلم فيه عن الدوران في الإرسال قبل ما اتكلم في الفيديو انا حابب اشكر كل واحد دعمني بلايك او سبسكرايب او عمل اي كومنت ايجابي او سلبي طبعا عشان ده حاجة بتفيدني في القناة وان شاء الله بحاول اكون عند حسن ظنكم هنتكلم النهاردة عن الدوران في الإرسال الدوران في الإرسال من احد اهم الحاجات اللي احنا ممكن نكسب بيها يعني انا الدوران ده بيمثل 50% او الارسال بيمثل 50% من بداية البونت لازم نقطة القوة بتاعتك تعرف تكسب بيها وتعرف تلعب الكرة اللي بعدها لو الكرة رجعت لك تمام من فترة كنت في صالة ما فلقيت مدرب بيتكلم خلص تمرين وبتكلم مع البنت اللي بيمرنها بيقول لها الطبق ده خلصهولي ارسالات وسبحها بتفرج عليها البنت طلعب الارسال جامد جدا بتحمل كده كده مسك المضرب طلعب جامد قوي طلعب جامد قوي وفي نفس اللحظة انا وقفت قدامها فببص على الكرة مش بتطلع اي دوران خالص والبنت تتعب جدا هقول لها لا اقرص كمان البنت تتعب قوي في الكرة مش عارفة تطلع دوران كويس تمام الفكرة ان انا بحب قوي 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 ان انا وانا بعلم الولد او البنت المهارة اه ما عندش مشكلة ممكن تمرينة كاملة تضيع علشان انت تفهموا المهارة ازاي لازم مثلا اه في الزقة اه انا البنات والولادة عندي قبل ما تعلموا الزقة مثلا بجابهم تمرينة كاملة بعد اتكلم معهم احنا ليه بنزق ايه هي مهارة الزقة ليه اسمها زقة بنزق ليه بنزق امتى طب ايه اللي بيفيدنا في الزقة بنزق امتى وبنزق لما كرة جيلنا ازاي ايه الفرق بين الزقة والكونتر مثلا تمام زوية زوية مضربنا ازاي وضع جسمينا ازاي وضع جسمينا كده ليه لازم يفهم كل ده علشان بعد كده وانت بتعلمه ما يبقاش هو حافظ ان حد عمل كده قدامه هو بيداخله خلاص تمام اه فانا بحب جدا ان احنا نعلم الولاد يعني ارسال يعني ايه دوران قبل ما نفهم او قبل ما نتكلم دلوقتي فيه تلات حاجات لازم نعرفه الارسال بتلعب امتى يعني توقيته امتى اي توقيت ضرب الكورة امتى تمام وبتلعب منين منين دي بتنقسم لشقين وبتلعب ازاي يعني ايه دك راحة فينه وجاي منين انت بتطلع انها دوران اصله تمام اه كلمة منين اللي انا قلتها بتنقسم لشقين زي ما انا قلت الشق الاولاني اللي هو منين ده يعني مكان الكورة في المضرب منين يعني المكان مكان الكورة بتخبط في المضرب فين والمضرب بيخبط الكورة فين تمام هنجيب كورة مثلا كده وهنبدأ نقسم الكورة تمام الكورة من هنا ما بتلاقى بكونتر ومن تحت لما يكونوا عايزين دوران خلفي تمام فبلاقي ناس كتيرة جدا بتحاول تلعب دوران خلفي بتعمل كده بتعمل كده تعمل كده فيه دوران هيطلع بس انت بتبزل مجهودة عالي جدا والدوران بيطلع ضعيف طيب لو انت لقبت الكورة من هنا اسهل بكتير ده فين في الكورة طيب فين في المضرب المضرب بينقسم لكزا مكان لو احنا جينا مسلا بصينا هنا المنطقة دي اللي فوق دي المنطقة دي دي اللي بتطلع اعلى دوران المنطقة دي والمنطقة دي مناطق ميتة يعني لو الكورة جات عليهم الكورة مش هتطلع اي دوران او دوران ضعيف جدا جدا جدا. المنطقة في النص دي دي بتبقى منطقة كنترول او منطقة يعني احسن مكان بتاع الخشب اللي هي نص المدرب ده اكتر مكان في كنترول في الخشب. فانت عايز تسلع دوران لازم اه بتلعب من المنطقة دي وبتلعب من تحت. ده لو بنتكلم على الدوران الخلفي. لو دوران الجنيبي طبعا بنلعب من الجنب. اخبط الكورة من الجنب. اوكي. طيب. اه هنعرف دلوقتي نقدي المهارة دي. في حاجة انا قلتها في الاول ونسيت اقولها معلش. قلت امتى? امتى ده يعني بتاع الكورة. يعني انت مثلا بتقف ترفع الكورة كده? ما تلعبش الكورة من هنا. استنى الكورة تنزل ولعبها. تمام? هنحاول دلوقتي نلعب دوران خلفي. ارسال بدوران خلف. شوفنا دلوقتي كورتين. وانت بتلعب الكورة خلي بالكو خبط هنا وهنا. مكانها معلم في المدرق. تمام? اه ففي المكان اللي انا غالبا في المكان اللي انا بشار عليه. اوكي? طبعا مع حركة رست ايدك اللي انت بتلعبها كده. ما تمشيش كوعك. تحاول لو انت بتلعب ما تلعبش كده. كده. انت كده مش هتطلع دوران. انت كده بتموت دوران الكورة. وبتموت دوران اللي ممكن يطلع من ايدك. تمام? فحاول ايدك تمشي كده. كده. حاول رست ايدك يخبط الكورة كده. لكن ما يمشيش كده. ما ترمهوش. امسكو كده. تمام? طبعا احنا شايفين ازاي الكورة اه بتطلع دوران عالي. او ازاي انا قدرت اطلع دوران عالي في الارسال. اه في نهاية الفيديو اتمنى كون استفدنا حاجة النهاردة وقدمت حاجة مفيدة. اه ما نسوش طبعا تدعموني بالاشراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. بتشكر جدا. سلام عليكم.